اهلا بالجمهور الكريم رأينا في الحلقة الماضية أن طرس أو طلس صنعاء ولتذكير فكلمة طرس أو طلس بلامسيس معناها رقعة أو فوليو كتب عليها نص أصلي ثم مصحة فيما بعد وكتب فوقه نص آخر فهو أي طرس صنعاء أقدم مخطوطة للقرآن في العالم وهو ينتمي لمصحف قديم بقراءة مختلفة تختلف عن كل القراءة المعروفة تحدثنا كذلك عن الخطأ الذي ارتكبته الأستاذ أسماء الهلالي في قراءتها للنص الممسوح وعلى هذا الخطأ بنت فرضيتها التي أصبحت الآن متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وهي أن طرس صنعاء كان أداة للتعليم والتفسير ولم يكن مصحفا رسميا للعوم فما بني على باطل فهو باطل فالرقعة الجلدية كانت باهضة تمن نظراً للوقت والجهد الذي يتطلبه صناعتها فالألواح الخشبية هي المادة الرخيصة التي كانت تستخدمها المدارس القرآنية العتيقة ولازلت إلى اليوم هذا التقليد مستمر فلا يعقل أن يضحي معلم بـ 80 رقعة جلدية من أصل 220 رقعة على الأقل كي يدرب طلابه على التدوين والتفسير وعملية التعليم كما هو موجود في الموروط الإسلامي كان يعتمد على الحفظ أساساً ننتقل الآن إلى الحديث عن الفحص بالكربون المشع C14 ونظهر إشكاليته في فحص المخطوطات كما أشرنا في الحلقة الرابعة أولاً نفهم ما معنى الفحص بالكربون المشع مادة الكربون المشع C14 موجودة في الجو فالشات أو العنزة التي سوف نحصل على رقعة من جلدها لأجل تدوين نص معين يتراكم عليها مادة الكربون المشع المشع C14 وهي على قيد الحياة وعندما تموت أي الشات يبدأ الكربون المشع يتناقص ببطء شديد مع الوقت ويتحول إلى مادة النتروجين أو الآزوت المشع فبعد مرور 5730 سنة من موت الحيوان هذا الشات يتحول نصف كمية الكربون المشع إلى مادة النتروجين المشع ولمعرفة كمية الكربون المشع والنيتروجين المشع نستعمل تقنية التحليل مطياف الكتلة فذلك بتسريع الجسيمات يمكننا الحصول على نتيجة الفحص إذا كانت الحفرية أي المخطوطة أقل من 50 ألف سنة والحفرية في موضوعنا نفسها لا تتعدى عمرها 1400 سنة أي 14 القرن وبالتالي كمية الكربون المشع التي تحولت إلى نتروجين قليلة جدا زيادة على ذلك أن المخطوطة تعرضت أثناء صناعتها لمواد تحمل الكربون المشع كمادة الجير على سبيل المثال وننسى مادة الحبر كذلك خاصة لو كانت من طبيعة حيوانية كالصوف مثلا وبالتالي الفحص بالكربون المشع لمخطوطات القرآن لا تعطي نتائج مضبوطة وإليكم المثال الشهير الذي يبين إشكالية الفحص بالكربون المشع 14 فالطرس أو طرس صنعاء أخذت منه عينة لفحصها في خمس مراكز جامعية لفحص الكربون المشع وتحديد عمرها الإفتراضي ففي أمريكا جامعة أريزونا وفحصت مرتين في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ وفي جامعة أكسفورد البريطانية وفي جامعة كيل الألمانية وثلاث مرات في مركز الفحص بالكربون المشع بمدينة ليون فرنسا ثماني فحوصات في خمس مراكز علمية لنفس المخطوط أعطت أرقام مختلفة منها ما ذهبت من 388 ميلادية إلى 535 ميلادية يعني قبل الإسلام بثلاث قرون وعند فحص مخطوطة بيرمينغ هام الشهيرة أرى بك 1572 ألف والنتيجة التي قدمت ما بين 568 إلى 645 يأتي أحد الأساسي ده الذين لا علاقة لهم بعلم المخطوطات ويقول إن الناسخ يعني هذه المخطوطة اللي هي مخطوطة بيرمينغ هام عاصر الرسول فمن أين له هذا إذن ما هي مرتبة مخطوطة بيرمينغ هام أرابيك 1572 ألف من حيث القدم الجواب هي في المرتبة الثالثة عالمية وهي تنتمي إلى مصحف خدوبالكو مصحف باريزينو بيرمينغ هاموس على أساس أن رقعتين فقط في جامعة بيرمينغ هام أرابيك 1572 ألف و16 رقعة في المكتب الوطني بباريس تحت رقم أراب 328 سي والسؤال المطروح ما هي المخطوطة التي تتلي طرس أو طلس صنعها؟ والجواب هو مصحف مصحف خدوبالكو باريزينو بيترو بوليتانوس سمي بهذا الإسم نظراً لأن الأجزاء الكبرى منه موجودة في الجزء الأول في المكتب الوطنية بباريس يتكون من 70 رقعة منها 56 رقعة برقم علمي أراب 328 ألف و14 رقعة تحت رقم أراب 328 بي ثم الجزء الثاني موجود في المكتب الوطنية الروسية سان بيترسبرغ تحت رقم علمي مارسيل 18 وأنا أشغل على هذه المخطوطة الآن وتتكون من 26 رقعة وكذلك نجد في مكتبة الفاتيكان توجد رقعة واحدة من هذا المصحف تحت رقم فاتيكاني أرابي 1605 ورقعة أخرى كذلك ضمن مجموعة الفن الإسلامي لناصر الخليلي كاف أف كيو ستة سفر في لندن هذا المصحف أي المصحف بريزينو بتروبوليتانوس هو بالخط المائل الخط الحجازي بقراءة ابن عامر الذي توفيه سنة 118 فكل من الدكتور فرانسوا ديروش والدكتور التركي طيار ألتي قولاج رجح عدد رقع هذا المصحف بالكامل ما بين 210 و 220 رقع هذا المصحف كانت أجزاء منه مخزنة في غرفة خاصة بالمخطوطات القديمة المهترئة والحصائر البالية في المسجد عمر بن العاص بالفسطات بمدينة القاهرة حاليا يمكن تسمية هذه الغرفة بكنيزة أو كنيزة فهي كنيزة مجزد عمر بن العاص وأول من تحدث عن هذه الكنيزة هو الرحال الألماني أوليخ سيتيزن وذلك في يناير 17 يناير 1809 ففي أثناء الحملة الفرنسية على مصر أخرج المستشرق الفرنسي جونج جوزيف مارسيل إلى فرنسا الكثير من المخطوطات ومن بينها 26 رقعة من هذا المصحف وهي مارسيل 18 وقبله أخرج وكيل القنصلية الفرنسي بمصر جون لويس أسالا شيرفيل فالمخطوطة ومن بينها أرب 328 ألف فهؤلاء المستشرقين كانوا يعرفون قيمة هذه المخطوطة النادرة في حين أن القائمين على هذا المسجد في ذلك الوقت لم يكنوا يعرفون قيمة هذا الكنز الذي بين أيديهم للمزيد من المعلومات انتظرونا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر